بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمين المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء البنين والبنات توجيه ثويني اليوم بالنسبة لكم شيء شخصي الشباب المبدعين أمثالكم على ثلاثة إما مفلس وإما مقصر وإما متمم أعطي مثال على صلاة الجمعة اللي نام عن صلاة الجمعة مفلس راحت عليه والذي يذهب بعدما الإمام يصعد المنبر هذا مقصر طافته من الأجور الكثيرة وأما الذي يستيقظ مبكرا ياغتسل يأدي أعمال الجمعة يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصلاة عليه ويدخل المسجد ويصل لي تحية المسجد قبلما الإمام يصعد المنبر هذا متمم والمتمم غانم يغنم في الدنيا والآخرة أبناء ويبناتي كل واحد فيكم يحرص أن يراجع نفسه هل أنت مفلس أم مقصر أم متمم فتكون غانما ترجمة نانسي قنقر